اهلا بكم في قناة تعلم هباك رحبكم فيديو جديدة ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اطلاع الصحة والسلامة انتما كتشاهدوا دائما مع جديد المنتجات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة لتنظيم وترتيب المنازل كذلك لتوفير الراحة اليومية فيديو كله افكار وافادة فاخليكم اهتمت الفيديو الى الاخر باش نكتشفو جديد هاد المنتجات والطريقة ديال الاستخدام ديالها وفين قدروا ممكن اننا نقتاني هاد المنتجات الدكية فاقبل ما نبدأ معكم فيديو كانت مننا من لاول مرة كيشاهد القناة انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على الزر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة باذن الله وايضا ما تنساوش اللي لايك او اعجاب الفيديو فهو مهم جدا تشجيعا لنا للقناة وكذلك باش الفيديو يقدر يتقترح وصل اعلى عدد من المشاهدين فكما شو هنا يا مجموعة ديالاسفنجات على شكل خضار وفواكيه ايضا هنا ادات لكتسودي جميع الاكياس وكتبقى معكم مدة طويلة يعني من تخزينات خضار فواكيه قطاني ما كتختارش نهائيا اما هنا غسلة هي دكية جدا على شكل دلو مصنوعة من السيليكون الممتاز وايضا فهي قابلة لطي ما كتخت نهائيا المساحة فالجودة ديالها طبعا جدا ممتازة يمكن لكم ايضا تاخدوها معكم وانتم مسافرين اما هنا منظمات كذلك بالنسبة البيض شكل هو جديد ما كياخش نهائيا مساحة داخل تلاجة يمكن لكم تودعوا هكذا رفوف 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 كينين اشكال طبعا اللي هي جديدة وطبعا اللي هي جد مختلفة كما شاركت معكم في فيديوهات سابقة فايضا نفس الفكرة هنا يحامل ديال القرائد المناضى وايضا منظم ديال النظارات كما شتمعي افكار اللي هي طبعا جد عملية خصوصا بالنسبة المنازل الضيقة كما شتمعي ايضا منظم لعملي جدا اللي يمكن لكم ايضا توضعوا فيه بزاف ديالليز اكسسوار ديالكم دخلوا ايضا المطبخ ونكتشفوا هاد المصفات الرائعة اللي يمكن لكم تبتوها هكذا بجانب الحوض وبها الطريقة اكيد الحوض ديالكم نهائيا ما غادش يتخنق وندخلوا لهاد المقطع ونكتشفوا هاد المبشرة الرائعة اللي كجي معها عدة رؤوس وكجي معها المصفات ديالها وايضا يمكن لكم هكذا انكم تغيروا الرؤوس على حسب الاحتياجات ديالكم فاكيد غادي تتهدنكم منوقفها في المطبخ وغادي تنجزلوا جميل اعمال في حتى الوقت اللي هو وجيز جدا فنشوفوا ايضا هاد الادات اللي كتحيد جميل خملة والخيوط اللي كتكون علقة في الملابيت اللي كترجحك انها جديدة كما شتمعي قبل وبعد فالفكرة ديالها طبعا روعة فنشوفوا ايضا مجموعة ديال المستلزمات لأكيد غادي ستعرض معاناها السيدة والطريقة ديال الاستخدام ديالها فايضا هنا حامل اواني وكذلك مجموعة ديال توشيات لجدة راقية هكذا يمكن لكم تعلقوا فيها بزاف ديالاشياء ديالكم وايضا هنا فرشات لمصنوعة من السيليكون كذلك هنا يا قطعة اللي يمكن لكم ايضا تبشروا بها جميع الخضر مصفات كذلك لهنا ضد الحرارة يعني ما كتأطرش نهائيا درجة الحرارة دخلوا ايضا مع السيدة للغرف النوم نكتشفوا هاد المنظيمات بنسبة ايضا متعددة الاستخدامات سواء تنزلوا فيهم الملابيت كذلك تنزلوا فيهم الالعاب الكتوب البطانيات فيمكن لكم ايضا تاخدوا الاحجام فهي احجام طبعا اللي كان كبيرة وكان اللي صغيرة فعلى حسب طلبيات واحتياجات دي الكل السيدة في المنزل ديالها شوفوا الفكرة هنا ديال هاد العلاقات اللي كيجيوا بجميع الوينات يمكن لكم ايضا تلسقوهم بالاحفير كتوفر على لاسقة اللي دو جودة عالية وفي الوقت يمكن لكم تدعم كامقباط يعني بالنسبة للمجورة او البيبان فأيضا مجموعة ديال المصفات الرائعة اللي ايضا يمكن لكم تقطع فيها القصبور مع الدنوس الكرافص كذلك المجموعة ديال الخضر وكتبقى معكم مدة طويلة ما كتخسرش نيائيا كتوفر على الغيطاء ديالها طبعا اللي هو محكم الغلق وكذلك هنا يعدنا هاد الملثقات اللي خرجوا كذلك باشكال طبعا اللي هي متنوعة هنا عدنا هاد الشكل اللي هو شفاف وكيتواجد عليها رسومات اللي هي خفيفة اللي يمكن لكم تبقوها في الرفوف كذلك في الخيزانة ديالكم في اي جزء حبيتهم من المنزل ديالكم شوفوا ايضا هنا فكرة ديالها الحاميل بطريقة كذلك مختلفة كنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا المنزلية طبعا في عالم الصين ما كنتهيش مع الاختراعات طبعا المدهشة واللي اكيد ساعدت بزاف النساء داخل المنزل ديالها منصب التنظيمات والترتيبات اللي كانت شاقة ومتعبة ولكن فضل الاختراعات الجديدة قدروا انهم ينظموا ويرتبوا المنزل ديالهم بكل اريحية وبدون مجهود وهذا هو الاهم والاساس من هذه المنتجات الحديثة شوفوا ايضا هنا الفكرة ديالها المنظمة هذي اللي كانت جيبها قضاء باللول الابيض بتعددة الاستعمالات سواء بالنسبة لحمام او المطبخ يمكن لكم ايضا تضعوا فيها المجموعة ديال المستزمات او يعني الاشياء ديالكم اللي كانت تكون داخل الحمام وكذلك ندخلو من لهذا المقطع ونكتشفو هاد الحامل ديال السيشوار او مجفف الشعر كما اشتو معايا الاشكال ديالهم جدا رائعة اللي كانت تعطيك ايضا جمالية داخل الحمام او المطبخ او اي جزء حبيته من المنزل ديالكم فالمجموعة ديال هاد المنتجاج كذلك كتتوفر بوحد الحجم صغير فهنا يعطنا هاد طانجرال اللي كانت جي معاها المصفات ديالها بالنسبة ايضا لقلي كتتوفر هكذا على اللون الاصفر وايضا كتوفر اللون الابيض وايضا هنا هاد السكين اللي الحجم دياله كبير بالنسبة ايضا تقطيع مجموعة ديالفواكي اللي كانت تكون صعيبة متل دلح طريقة ايضا لسهلة وكيجي معاها الحامل ديالها اما هنا يعدنا هاد محرك دي الغسالة اللي مكلكم تبقوه سواء في الحوض او في الدلوة او في البانيو هكذا كتساعدكم انكم صبنوا به الملابس وتنظفوا به الاواني يمكنكم ايضا تاخدوه معكم وانتم خارجين مسافرين اكيد غدينفعكم فايضا هنا عدنا هاد المجموعة دي العلب المصنوحة كذلك من السيليكون كتوفر على جميل احجام كتوفر على اغطية اللي طبعا جد محكمة فايضا غدي تلقوهم غير في الاسواق العادية القريبة منكم وايضا هنا عدنا هاد الفوطة على شكل وردة كين اشكال طبعا اللي هي متنوعة فايضا فهي قابل الامتصاص كما شدوا معي الفكرة ديالها مفيدة جدا شوفوا هنا هاد المنظمة هادية ايضا اللون ديالها شفاف اللي يمكن لكم ايضا تدعو بالزف ديال الميكب ديالكم او العطور ديالكم متنوعة شكيل ديالها اللي انيق جدا ومتعتكم جمالية داخل الغرفة ديالكم كي مشوا معي ايضا فهي منظم اللي هو دور وايضا مجموعة كذلك ديال العلبة اللي بتقسمها على كذا اقسم لمصنوعة من الونيكس الممتاز خصوصا بالنسبة اللي عندهم واحد العمل اكيد غادي يفعكم بزاف وعندهم جزئية اللي فين تحطوا المعالق او الفرشات فالفكرة ديالها عجبتني بزاف وكتجي طبعا معها حتى الشنطة ديالها اما هنا يا ادات لصنع الرغوة يمكن لكم تدعو السائد للتنظيف لأكيد غادي ينسبكم بها الطريقة هادي وغا تحطلو على رغوة كتيفة جدا فطبعا كين اشياء اللي هي اساسية وعملية جدا داخل المنزل وايضا كينين توشيات اللي هي اضافيات على حسب كل سيدة وتنظيم ديالها داخل البيت ديالها فايضا هنا حامل ورقة الحمام كما اشتوا معايا ايضا اشكال اللي هي كنت اعطيكم ديكور اللي هو ايضا جدا رائع فندخلوا على هذا المقطع ونكتشفوا مجموعة ديال التفاصيل والادوات الرائعة فانتم كتشاهدوا هاد المقاطع اعطيكم بزاف ديال التفاصيل اللي تقدروا انكم تقتنيوا بها هاد المنتجات اللي كان شارك معكم فالهدف من هاد الفيديوهات انني كنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا المنزلية اللي اكيد غا تفيدنا جميعا داخل المنازل ديالنا فبالنسبة لجميع المتابعين من داخل المغرب او خارج المغرب فوان عربية او اجنبية يمكن لكم دخلوا للمواقع ديالبي الاجهزة الالكترونية كبيرة بزاف ورائجة مثل موقع عليكسبريس وموقع امازون وموقع علي بابا غدقوا جميع التفاصيل داخل هاد المواقع بالنسبة للموقع علي بابا فهو مختص للتجار يعني الاشخاص اللي يشيروا بالجملة ويعودوا التجارة في هاد المنتجات اما المواقع اللي اذكرت فما لكم الا تكتبوا الاسم ديال المنتج اللي حبيته وغد يطلع لكم في محرك البحث وغدقوا جميع التفاصيل مرفقة مع المنتج وايضا يمكن لكم تختاروا المنتجات اللي هي بفئة لمنتجات شحن مجاني هكذا تاخدوا المنتجات باقل تكلفة كما اشتوا هنا ايضا مشتريات للسيدة وقد استعرض معنا طريقة ايضا ديال استخدام ديالها منتجات طرحة اللي هي رائعة وعملية جدا واللي اكيد عاد عشقها وتمنها جميع السيدات خصوصا سيدات اللي يكون عندهم واحد الوقت اللي هو قصير بزاف غد يكونوا عمليين جدا لها فايضا بالنسبة لداخل البلدات ديالكم فمع لكم الا تدخلوا المتاجر اللي كتكون متخصصة في بي حد المنتجات الانترنت وايضا يمكن لكم تدخلوا للمواقع ديال التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك صفحات جروبات على الفايس كذلك القنوات ديال تيليجرام والانستغرام فكينين طبعا تجار اللي كيبيعون بالجملة وكينين اللي كيبيعون بالتقصيد من خلال هاد المواقع وكذلك بعض المنتجات تغلقوهم في الاسواق الكبرى الاسواق اللي طبعا هي كتيرة وايضا منهم تلقوهم غير في الاسواق العادية القريبة منكم وبأتمنى اللي هي مناسبة جيدا وبخصوص متابعين من داخل المغرب يلاجبوا منتوج من المنتجات اللي كان شاركا معاكم فما لكم الا تخلوا لي الاسم ديال المنتوج او دقيقة في نجاف الكومونترات التحت وانا ننزل لكم الرابط لاكيد مباشرة دخلوا الصفحة وطلبوا جميع المنتوجات من هناك واكيد غدتوصلوا بها حتى المنزل ديالكم وايضا يمكن لكم تابعوني في صفحة عالم هباط طبق اكتيك اللي اكيد غدينزلكم جميع التفاصيل ديال هاد المعلومات والروابط عفوا والمتاجير اللي يمكن لكم ايضا تقتنيوا منها هاد المنتوجات الدكية فكانتمنى هاد الفيديو انه يكون نالاعجاب ديالكم اللي عجبكم ما تبخلوش على خطكم بلي لايك اللي لايك شجد مهم جدا باش فيديو كيقدر يتقترح ويوصل الاعلى عدد من المشاهدين كاتمنى انكم ما تنساواش وايضا اللي عندكم شي اقتراحات من محتوى اخر فخلو اللي كومنترات لتحت انا نقدر ان يجيبكم اي محتوى عجبكم فشكرا بزاف بزاف في اغلى المتابعات ومتابعين اينما كنتون شكرا على المتابعة ديالكم الهلاختكم علينا واتلقوا فيديو مقبل باذن الله ونخليكم مع تنظيمات بالنسبة للنمجورة كما اشتوا معي منظيمات اللي هي طبعا جد راقية وتصميم خرافي وجديد واشكال اللي هي طبعا جد مميزة اشتركوا في القناة